تابعينا الكرام متابعي اليوم السابع في كل مكان أهلا بحضراتكم في تغطية عجلة حول استعدادات وكالة الفضاء ناسا لدراسة الكوكب الأحمر في عشرين تلاتة وتلاتين مفاجأة كبيرة أعلنت عنها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا خلال الساعات القليلة الماضية بعدما كشفت عن مخططها لإحضار تلاتين عينة من سطح المريخ إلى الأرض وتتضمن خطة وكالة الفضاء الأمريكية أنها سترسل مروحتين جديدتين إلى الكوكب الأحمر في عام عشرين تلاتة وتلاتين لجمع العينات بهدف التوصل إمكانية ويبوط حياة على الكوكب الأحمر وكشفت وكالة الفضاء الأمريكية أن المركبة الروبوتية الجوالة بريسي فرانس التي هبطت على سطح المريخ قبل عام ونصف تمكنت من استخراج حداشر عينة صخرية حتى الآن لكن إحضارها إلى الأرض لدراستها بتفصيل كان فيه بحث كبير عن إمكانية وجود أشكال من الحياة القديمة شيء معقد وبتطلب خطوات متعددة طبعا ناسا كانت بتخطط حتى الآن إرسال روبوت جوال إلى المريخ لنقل العينات اللي تم جمعها من خلال مركبة هبوط مزودة بصاروخ صغير يتولى الإقلاع بالعينات إلى المضار في سنة عشرين واحد ثلاثين لكن الخطة تغيرت وتم صرف النظر عن العربة الجوالة التانية وستتولى المركبة الجوالة اللي كان أدائها جيد في نقل بشكل مباشر لصاروخ مركبة الصعود المريخية ويتم أخذ العينات باستخدام زراع آلية صناعتها وكالة الفضاء الأوروبية وهيتم وضعها في مركبة الهبوط وكمان بتخطط حالين في الأساس وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في حل بديل لو لم تتمكن المركبة الجوالة من التحرك لتنفيذ المهمة لأن مركبة الهبوط اللي بيفترض أنها تقلع في صيف عشرين تمانية وعشرين هتصلق المريخ في منتصف عشرين تلاتين إن شاء الله وهتحمل على ظهرها مروحيتين صغيرتين وتوجد أصلا حاليا على سطح المريخ مروحة اسمها إنجينيوتي وتم تجاوز أدائها كل التوقعات ونفذت حتى الآن تسعة وعشرين طلعة بدل من الطلعات الخمس اللي كانت مقررة في الأساس وده وفقا لما ذكرته وكالة فرانس بريس وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية إن المروحيتين الجديدتين ستكونان أثقل قليلا وهتم تزودهم بعجلات لتتمكن من التنقل على سطح المريخ بجانب زراع صغير تطيح لها حملة العينات اللي يمكن أن يصل وزن الواحدة منها إلى 150 جران في هذه الحالة بتتولى المركبة وضع العينات على السطح اللي تحملها على المروحيتين وده هيكون خلال غضون أيام قليلة من هبوط المركبة اللي بتحمل زراع آلية زي ما قلنا لحضراتكم ويمكن الموضوع يمتد هتكون هذه الزراعة تقريبا طولها مترين وتصبح العينات اللي موجودة في الفضاء تنقل على هذه المركبة وهيتم نقلها مداريا وتوضع سلفا في محيط المريخ من المقرر إن المركبة تقلع من الأرض في سنة 2027 وما أن تصبح العينات في المركبة توجه المركبة المدارية إلى الأرض اللي تهبط في سحراء يوتا في سنة 2033 متابعينا الكرام في كل مكان نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء في تغطيات جديدة